خلينا بقى نبدأ النهاردة بفريق مصر وإيه رأيك في هذا الفريق؟ يعني فريق طبعا فريق نادي مصر ممكن يعني اللي يبص مثلا عنه هو جايب سبع أهداف بس من أضعف خط الهجوم في الدورة يفتكر انه هو فريق عايف ولكن هو بصراحة فريق قوي وانا شايف ان مباراته النهاردة أصعب من مبارات مصر المقصة فريق قوي جدا على المستوى البدني فريق نادي مصر فريق كمان ممكن ميزة كابتن عبد الناصر محمد بيلعب اللي هو ايه بيلعب منتومان نفس طريقة كورة السلة وكورة اليد بالزبط فريق قوي جدا على المستوى البدني من أكتر الفرق اللي بتكسب الكورة التانية في وسط الملعب فريق نادي مصر كمان بيلعب على اللي هو منتومان يعني ايه منتومان يعني احنا هنلاقي النهاردة مثلا النادي اللي قالي لو بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد هنلاقي كل واحد معه واحد هو هو بيدفع كده طريقة اللي هي ايه الطريقة القديمة بتاع الكورت السلة ديت هو عنده كده كل واحد معه واحد فهتلاقي كل يعني مانتو مانت تلاقي مثلا لو لعب هنا مثلا أحمد الشيخ هتلاقي معه واحد لعب أزارو هتلاقي معه واحد لعب كهرباء هتلاقي معه واحد كل واحد معه دي الطريقة بتاعت نادي مصر مع كابتن عبد الناصر محمد طريقة المانتو مانتو كمان بيعتمد على كسبه الكورة التانية بشكل كبير جدا وبالتالي النهارده أي صناعي الارتكاس بتوع النادي الأهل اللي هم عمر السلية مثلا وقاليو ديانغ هيبقى عليهم دور مهم جدا في كسب الكرة الثانية المباراة النهارده هتبقى أقوى من مباراة نادي المقصة خاصة على المستوى البدني فرقة قوية جدا على المستوى البدني الحاجة الثانية بيلعبوا بطريقة المان تو مان طريقة رزلة لازم الحل الفاردي فيها مهم جدا لازم تفوت في واحد على واحد مهمة جدا لازم تشوط كتير لازم تلعب على الكرات العرضية هنشوف هنتكلم فنقات الضعف اللي عندهم ولكن بصفة عامة كده هي مباراة نقدر نقول مباراة عنيدة